اشتركوا في القناة خصوصية التقس نشوفها من خلال تسدس لصور القمر الاصطناعي بعض الصحب بشمال بالوسط والتقس كينصافي بالجنوب بنسبة توقعاتنا لتقس ليلة صحب عامة قليلة ريح من القطاع الجنوبي تتجهي للقطاع الغربي ضعيفة فما تدلى سرعة 8 بين 15 إلى 30 كم في الساعة تصل إلى 50 كم في الساعة قرب سويحل ودرجات الحرارة ليلا بين 21 و 25 في أغلب المناطق مع عدل المرتفعات الغربية قد تنسجل 18 درجة بنسبة توقعاتنا لتقس غدوة صحب قليلة على أغلب الجهات تكون أكثر كثيفة بعد الظهر بشمال ريح من القطاع الجنوبي التجهي للقطاع الغربي ضعيفة فما تدلى سرعة حمامة 15 إلى 30 كم في الساعة والبحر قليل اضطراب فمتموج بخليج الحمامات ودرجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف قرب توقعاتنا لدرجات الحرارة لمدن التونسية 34 في تونس الكوبرا 26 في قليبيا 31 في نيبل 32 في زغوين تقس مغيم جزئين 33 في بنزرت تبرقى في حدود 30 درجة 32 في بيجا وسليانا جندوبة 33 الكيف 31 و 3 30 درجة تقس مغيم جزئين درجات الحرارة تصعد في قيراوين لستة وتلاتين درجة في جهة الساحل 34 درجة في كل منسوسة والمهدية 33 في المنستير وبالنسبة لجزر قرقنا سفيقس وسيديبوزيت 33 درجة 31 في القسرين تقس مغيم جزئين بالنسبة لمدن الجنوب الغربي درجة الحرارة تتواصل مرتفعة قد نسجل في قفصة 32 و 35 درجة في كل من توزر وكبلي وتقس يكون صافي بالنسبة لمدن الجنوب الغربي 36 في قبز درجة حرارة مرتفعة وفي جزير جربة 33 و 35 في مدنين تقس صافي 34 درجة في كل منتطوين ورميدة تقس يكون صافي بالنسبة للملاحة وسيدة البحر الريحة الكامل الشريط السيحي تكون جنوبية شرقية في منطقة سيرات وخليج تونس البحر يكون مضطرب سرعة الريح من بالعشرة إلى 20 عقدة في خليج الحبامات ومنطقة الشابة البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب وسرعة الريح من بالخمستاش تصل 25 عقدة مؤقتا تصل 30 عقدة ليلا وفي خليج جيبس البحر يكون قليل الاضطراب ومضطرب سرعة الريح بالخمسة إلى 15 تتقوى من 15 إلى 25 عقدة قراءة في توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصمة العربية والأوروبين وقشط درجة حرارة مرتفعة 37 درجة الحرارة ترتفع في الجزائر 32 درجة وفي ترابلس كذيرك ترتفع إلى 32 الخرطوم تتراجع إلى 39 درجة تقسكون مغيم جزئيا القهرة درجة الحرارة تنخفض إلى 29 درجة تقسكون مغيم جزئيا بالنسبة للبقاع المقدسة المكة المكرمة 39 مدينة المناورة 38 ومسقة 34 أبوظبي 35 دوحة 37 كويت درجة الحرارة تتراجع إلى 35 درجة تقس مغيم جزئيا بغدية تنخفض مجددا 32 درجة وبالنسبة لشرق الأوسط درجة الحرارة تتواصل منخفضة قد نسجل في القدس الشريف 24 و 27 درجة في كل من بيروت و دمشق 20 في اسطنبول تقس مغيم جزئيا بالنسبة لأوروبا درجة الحرارة في روما 23 تقس كتيف الصحب في مرسيل 22 درجة لندن 16 برلين 12 درجة 14 في كل من أمستردام و بروكسيل فينا 13 درجة صحب عابرة و 18 درجة في كل من جنيف و باريس تقس مغيم جزئيا الوضع ملائم نزول أمتار في مدريد و لشبونة 25 درجة بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الاربعاء البحر يكون قليل الاضطراب في الشمال متموج في بقية السواحة للريح من القطاع الغربي بالشمال بالوسط و من القطاع الجنوبي بالجنوب عامة تقس مغيم جزئيا على أغلب المناطق و درجة الحرارة تتواصل متفعة بالشمال بالوسط و كذلك بالجنوب بالنسبة اليوم الخميس البحر يكون مضرب على كمال شريط ساحلي والريح يتواصل من القطاع الجنوبي في أغلب المناطق عامة تقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق و درجة الحرارة دون تغيير أوقات الشروق والغروب شروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة السادس الصباحة 28 دقيقة والغروب الخامسة مساء و 41 دقيقة لمزيد المعلومات و ترق التواصل و الاتصال بالمعهد وطن الازجوي على صفحة الويب تخوة دوبلو فيب وميتيو بوانتين تتفعل وتتواصل معهم على صفحة فيسبوك والموازع الصوتي أوقات سالية لمدينة تونس ومجورة سادس الصبح إن شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة صباحا و دقيقة سادس ظهر منتصف النهار و 12 دقيقة سادس العصر في تمام الساعة الثالثة مساء و 14 دقيقة سادس المغروب في تمام الساعة الخامسة مساء و 43 دقيقة وسادس العشي في تمام الساعة السابعة مساء و 7 دقيقة نهاية النشرة إلى اللقاء نسكول